السلام عليكم في حلقة جديدة سنتحدث فيها عن أساسة المستمرة وسنشاهدها أولا في المخطط ثم بعد ذلك ننتقل إلى ورشة البناء لذا يبقوا معنا إلى النهاية واشتركوا في القناة لتصيلكم الحلقة القادمة إذن كما تشاهدون هذا هو الأساس المستمر مقطع منه وكما تشاهدون هنا لدينا أولا خلصانة النظافة يعني طبقة النظافة ونحن في هذه المرحلة الآن ستشاهدون بعد قريب في الورشة وبالنسبة للتسليح والشرح الخاص بي يمكنكم أن تتركوا لنا يعني كومنتر أو تعليق في الوصف لكي نضع حلقة حول التسليح وشرح طريقة يعني قراءة التسليح كما تشاهدون هنا فيون برو أو يعني مقطع علوي لأساسات المستمرة الخاصة بنا والآميدة بالمناسبة أبعادها 30 على 60 سنتيمتر أيضا إذا أردتم سنضع حلقة حولها إذنها قد انتقلنا إلى ورشة البناء وكما تشاهدون هنا العمود عندما يتقي مع الانيرفور أو الابوت الدوري جديتي هنا طريقة التسليح كما تشاهدون فيه كادر خارجي وكادر داخل يعني دبل كادر ويعني مرحلة الصب كما تشاهدون هي في المرحلة الثانية يعني قمنا بصب البريمير بارتي أو الجزء الأول وسننتقل إلى الجزء الثاني الذي سنقوم فيه بصب الجهة العلوية الخاصة بالانيرفور مع الامور سبوتو كما تشاهدون والفور بريفيريك كما تشاهدون هنا هو التسليح يعني لكادر بقطرة ثمانية ميليمتر ويعني الأسيخ الطولية أو لزرمة الغنجتي دينار بقطرة أربعة عشر يعني حديد قطرة أربعة عشر هنا في يعني الجوانب عندما يلتقي الفور بريفيريك أو جدال الاستيناد مع الانيرفور أو الابوت دوري جديتي وكذلك العمود يعني هكذا يكون التسليح تكون الأمور مختلطة نوعا ما وهنا يعني بداية قولبة العنيرفور يعني يجب قولبتها قبل عملية الصب كما تشاهدون هنا يجب صباغة أو تزفيت الخشب الذي نقوم بيعني القولبة بوسطته بمادة زفتية وبعد ذلك كما تشاهدون يجب أن نحافظ على نوروباج أو يعني البعد بين حديد التسليح ويعني الخشب يجب أن يكون لديه يعني على الأقل ثلاثة أو اثنان فاصل خمسة سنتيمت كما تشاهدون هنا إذا أردتم أي يعني شرح بالتفصيل فتوصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك ولا تنسوا أن تشتركوا معنا لتصلكم الحلقة القادمة